سوف نعطي شهادة من الأم القضية التي في الحقيقة نأسف لها جميعاً وهذه هي منطنجة والتي ستوضعنا في الصورة فيما تعرض له الطفل ديالها دو أربع سنوات دو خمس سنوات أنا جيت منطنجة حطيت شكاية ديالي في محكمة لسي أنا في طرخ ثلاثة شهر أربع عام ألفين وكلين وعشرين بعد ما شوفت ولدي كيقوم بإحاءة جنسية عنده حميرار كان كتشف بأن ولدي كان في الحضانة كيخرجوهم الحضانة كي يقتصبوه وكي تجروفه أولاً كيبدوا بتتحرشات كيطلعوه ندير لي كينين فوق الحضانة من بعد ما كي يتأكدوا بأن الطفل راما غادي يهدارش كي بدوا يتجروفه كي بدوا يتجروفه كي ديوا نقطيلات مصنفة اللي ذكرت الأسماء ديالهم في الشيكاية قمت بعدة شيكاية كان طالب بتفرغ المحتوى ديالفيديوهات كي ديوا هنمولات المولات الليما ذكرت الأسماء ديالهم كلهم يعني مثل سهل لأنه يدارت تفراغ ويتأكد لهوية الجونة ولكن ما تدرش هادش أدل إجراء هذا راما ما تدرش يعني إحنا مليك بمعنى بغيت تقول لهم أنك يدرت شكاية بهذا الشيكاية اه من اللي كان عملو من اللي كان حمي وحنا يا واحد المغتاصب راح كنشجعوه بأن يقوم باغتصاب أطفال آخرين لأن هادوك إلا بتغطع لهم راح غادي يمشي ويغتصبوا أطفال آخرين ما دارتش تفرغ ديال محتوى ديالفيديوهات كذلك بغيت نقول بأن راح تصلت من بعد ما تحفظ البحث تصلت بوحد المول ما غديش نذكر الاسم ديالو ولكن راح تصلت بهم بالسياج ديالو لأن فطنجا راح ما بغوش يعتوني حتى شي حاجة ما عرفش علاش ولكن تصلت بالسياج ديالو اللي كان في كازا وقالوا لي فيكي ديو الطفل ديالو قتلوا راح الولد راح والرالي يعني التفاصيل اللي عطاهم في المحضر عطا كل شي التفاصيل مع ذلك ما دارتش الأقوال ديالو عطا السيارة عطا الأسماء دي المجريمين عطا كل شي التفاصيل يعني بحث شو ما يتحفظ لأن الطفل اعطا تفاصيل كلهم من اللي تصلت بهم قالوا لي راح غادي نقوموا بتحقيق ديالنا غادي نسبقوا كي يديروا التحقيق ديالو مهم شهر ورجع أكدو عليا قالوا لي بأن راح فعلا كي طلعوا ذكي الفيسيار حيث نعتلي قال لي كي طلعوا يفاد درج هادو أنا ما كنتش عارفة أصلا بأنه تم الفيسيار باش عرفت بأن راح كين تم الفيسيار كنشوف بأن العاملين بديك المول هابطين مبدلين انتم ما عرفت بأن هادك راح فيسيار قالوا لي راح عنا الفيديوهات ديال والدك ولكن ما نقدروش نعطوهم لك خصتك الإدن ديال المحكامة عندو خمس سنوات دابع عندو ست سنوات قالوا لي خصنا الإدن ديال المحكامة قلت لهم راح أنا الحياة ديالي راح معرضا الخطر راح من لي صورت واحد الحارس راح كينين حراس في ديكليمول متعاونين معهم صورت واحد الحارس من بعد ما تحفظ البحث باش ندلي بهن المحكامة ودليت بالصور ديالهم هادك المغتاصبين دليت بيهم من المحكامة صورتهم أنا خرجهم المول على الباساج بيتون كين الرامبوان كين الرامبوان يعني ماشي البلاصة ديجري والبخوميو بوزيسيون راح كين وحت طنوبر راح وقفها في الدوزيان بوزيسيون مجيو حت السيارة بيضاء بربعية الدفوات السرعة جنونية يعني كتجري بحالي غادفلو طورت وهي دايزة في الجهة الرامبوان كان بغي يقتلنا قلت لهم بأن الحياة ديالي معرضة للخطر أنا والدي واش مو ممكن تبلغوا؟ قالوا لي راح ما عنا شي الحق مبلغوا كين ناس اللي سعرف عليهم الطفل راح عندو منوفود يعني وكين كذلك على سر ديال الشرطة راح تكالي الولد بأن راح كين عناصر ديال الشرطة دخلي مفاجئة راح كانوا حتى هما كيقموا بالاختصاب ضد الطفل شكرا